الحوار الوطني اللي أطلقه الرئيس واللي وجه بضرورة إطلاقه بمعنى أدق زائد تشكيل لجنة العفو وتشكيل اللجنة من وقت إعلانه الحقيقة كان يبعث على تفاقل شديد وأظن اللجنة الحقيقة اشتغلت بمنتهى القوة على أنه يتم العفو عن شخصيات بعينها أنا من الناس اللي تقدر تبدي سعادة شديدة بالعفو عن المهندس يحيح حسين عبدالهادي راجل محترم والعفو عن المهندس يحيح حسين عبدالهادي يساوي حقيقي عند الكل شيء كبير جدا 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 إلى أبعد الحدود العفو عن يحيح حسين عبدالهادي مع حفظ الألقاب حاجة تلقى تقدير لدى المولاء زي المعارضة مش هقولك المعارضة هتبقى فرحانة بالعكس الكل سعيد وفرحان ومتفائل بأنه شخصية مهمة زي المهندس يحيح حسين عبدالهادي خرج ويوصل بيته دايما بألف سلامة ويدي له كل الصحة ودائما عندما نذكره فاحنا نذكره دائما مسبوقا بكلمة طيب الزكر يحيح حسين عبدالهادي اللي تربطني به صداقة عظيمة يعني من سنين طويلة جدا واللي دايما ببقى فخور بأن احنا أصدقاء واللي أتمنى أن احنا الصداقة دي تدوم مدامة الحياة ربنا هدلنا ودلكم طول طول عمر بس كمان اسم يحيح حسين عبدالهادي عندما يطلق صراحه بالعفو الرئاسي يدي حال التفاؤل غير مسبوقة يعني ترفع سقف التفاؤل للسماء لعنان السماء زي ما بتقال سواء فيما يتعلق بأداء لجنة العفو الرئاسي أو فيما يتعلق بآفاق الحوار الوطني اشتركوا في القناة